هدم الدول بقسم هنا لازم اقسم على طول مما ضيعولي اللام بتاعتي مش عارف ليه اه هنا الدولة الدستورية واحنا قلنا السلطة التنفيذية السلطة السلطة التشريعية السلطة السلطة القضائي خلاص قدامه من ناحية التانية هنا الجيش الشرطة المخابرات دول مسئولين عن دي اسمها كده القوة الحاملة العرش الدولة عرش الدولة اللي هو ده ده عرش الدولة مكونات الدولة الدستورية عرش الدولة ده عرش الشعب يعني اقدر اقول هنا كده هذا هو الشعب هنا هنا كده هذا هو الشعب ده الشعب الشعب ده الشعب العرش الدولة اللي هو عرش الشعب طيب لما اجي اقوم بهدم دولة دستورية لكي اقوم بهدم الدولة الدستورية بابتدي العب كان فينا المزرق معرفش رح فين ابتدي العب في ده هنا كده لعد او هنا لعد طبعا هنا انا ما اقدرش هلعب لان ده زي ما بيقولهم ما بتلعبش معه ده اللي المخابرات العامة cia m i6 ايا كان لا ما بتلعبش معه ليه ما بتلعبش معه لان هي لها نظام وعلم فالعلم بتاحها صعب اختراقه ولكن ممكن تعرض لعملية هجوم وانقضاب يؤدي الى اسقطها كما تم في العراق كما تم في العراق وكما تم في سوريا وكما تم في اليمن تم مصته على اجهزة المخابرات بتاعة هذه الدي واللي اسقاط هذه الدي لان هنا الدولة دماغ الدولة هذا هو عقل الدولة اي دولة والشرطة والجيش انا انا يا جماع وانا قلت قبل كده وسا استمر قائلا بيوم الايام انا راجل دولاجي انا راجل دولاجي لان فاهم وعارف انا راجل ايه دولاجي انا ايه دولاجي لان فاهم وعارف يعني ايه دولاجي بقى يعني انا رجل منحاز انحياز انحياز كاملا ليس للسلطة التنفيذية وليس للسلطة التشريعية انما منحاز انحياز كاملا للسلطة القضائية وللجيش وللشرطة المصرية والمخابرات العامة يبقى انا ليه قلت لست منحزن للسلطة التنفيذية لان السلطة التنفيذية سلطة جاءت من الشعب تصيب وتخطئ والسلطة التشريعية جاءت ايضا من الشعب تصيب وتخطئ اما السلطة القضائية فلا تخطئ لانها تحكم باسم الشعب و عملها فلسفة عملها اقامة العدل بين الناس وانا محتاج عدل بين الناس عشان تحلش الغابة فانا داعما للسلطة القضائية اقامة